توجيهة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب يشارك الفريق الملكي للقدرة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل كأس الفرسان في سباقي 120 كم و160 كم التي ستنطلق في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 200 فارس وفارس ويطمح الفريق الملكي للقدرة عبر هذه المشاركة بالمحافظة على اللقب الذي حققه العام الماضي 2023 حيث سيكون الفريق محط الأنظار في السباق الذي من المؤكد أن يشهد منافسة قوية ومفتوحة بين الفرسان لمسافة 120 كم وشارك فرسان الفريق الملكي للقدرة في الفحص البيطري الذي جرى في قرية البطولة وسط تنظيم جيد من لجنة التحكيم والبيطرة واللجان الأخرى كما جرى ترقيم الجياد وحصول الفرسان على الأرقام المخصصة وستشهد البطولة مشاركة نخبة من الفرسان في أرجاء الطرقات الصحراوية الوعرة والتي تشعل أجواء الحماس والتشويق بين أبطال هذه الرياضة التراثية حيث ستجوب البطولة على أجمل المناظر الطبيعية في محافظة العلا وتشكل هذه البطولة امتحانا كبيرا للجنة المنظمة نحو استضافة البطولة العالمية عام 2026 في العلا وسيمثل الفريق الملكي للقدرة ثمانية فرسان يسعون لمؤصلة الكتابة قصص النجاح التي يسجلها الفريق الملكي للقدرة في المحافل الخارجية بعد أن كتب التاريخ بتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر